اهل الشر طبعا بيتكلموا بقولك الان يتم تسليم المحكمة الدستورية للكنيسة يعني ده عاصم عبد الماجد ده عاصم عبد الماجد وغيره انا بقول لهم بقول لعاصم يام القاتل الارهاب القاتل عاصم عبد الماجد الذي قتل نفوسا حية في مدينة النقصيوت ايده ملوسة بالدماء هيقابل ربنا ازاي بالدماء دي وبيتألع على الله وبيقول مين يخش الجنة وين يخش النار مش عايزة اقول للراجل لانه ده الامعة التافه عاصم عبد الماجد الامعة التافه له من الله ما يستحق وانا بقول ويل له ويل لعاصم ورفاقه اللي مسكين واخدين توكيل وكأنهم واخدين توكيل من ربنا يقول لك ده يخش الجنة وده يخش النار وهم ربنا اعلم بيهم ان شاء الله تصعر بيهم نار جهنم باذن الله الله ما امين يعني بندي عليهم قدام اهو على العالم بادئين يشتغلوا وقولك الكنيسة وراجل المسيح بقول لعاصم ورفاقه يا عاصم ان شاء الله لا عاصم اليوم من امر الله كل هؤلاء هيتحاسبوا ان شاء الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرر ان يهاجر من مكة الى المدينة فكان عليه ان هو يستعين بدليل يعرف الطريق كان عنده عمر بن الخطاب وابي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والى اخر كل هؤلاء الرجال حول الرسول لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مين علشان يقدليله الى مكة الى المدينة اختار مين يا ابراهيم اختار واحد كافر واحد ايه كافر اسمه عبد الله ابن قريقت ده كان كافر ازاي النبي ياخد واحد كافر يسيب الناس اللي هم ما بقى لدخلين الجانب لانه هو عارف اكتر منهم لانه هو عارف الطريق ويخبر الطريق وعنده علم في الحتة دي اكتر من هؤلاء هو انت جاي تجيب واحد يصلي بك امام هات ابو بكر وعمر وهات ناس الصحابة خلتها الرشدي عايز تجيب واحد يبني لك عمارة مش هتجيب شيخ هتجيب واحد مهندس شاطر عايز تجيب واحد يعمل لك عملية جراحية هتجيب جراح ماهر وانت رايح والنبي العاصم ده ومش الناس دي لو عاصم ده جاله ازمة قلبية اللهم مأمين يعني ازمة قلبية حد دلوقتي عايز تدخل جراحة وقعد برة راحوا جابونه دكتور جراح عشان يعمل له عملية الجلطة وعملها ده هيقول له لا ادني بتقطق الاول هشوفك مسيح ولا مسلم انا باسأل الله انا باسأل اسئلة عادية الناس اللي عاملين اشتموا في المسيحيين الناس اللي قاعدين في اوروبا في لندن وغيره قاعدين يا جبريم ونيرو والمجموعة دي لو حد فيهم اصيب بجلطة ربنا يجلطهم جميعا اجمعين اهو انا بدع عالمين اهو بقول لو الناس دي جالها مرض عرض ومحتاج تدخل جراحة ويرجيبوا السير فلان الفلاني وغيره وكذا هيجيبوا مين هيروحوا يجيبوا اللي معاه الرجل الشيخ اللي معاه بكذا ولا يجيب جراح ماهر او مهندس ماهر او كذا انا ده ده الكلام اللي انا بقوله ده اللي بيصب فيه الاطار العام لفكرة المواطنة فكرة كلنا شركاء في الوطن كلنا شركاء في الوطن دون النظر الى الديانة او المعتقد يا جماعة الموضوع ده مهم جدا يتفتح مهم جدا نتكلم فيه مهم جدا ننقشه مهم جدا ننقشه بعقل ونحن في حالة تبريد مجتمعي مش في احنا مش ويحنا في حالة تسخين لما يكون في ازمة لقدر الله والكلام بيكون في هذا الاطار بيبقى كلام غير مقبول وغير مستصع لكن خلينا نعالج المشكلة واحنا في حالة برودة طائفية انجاز التعبير وما فيش حاجة الحمد لله خلينا نتكلم ما فيش عندنا طائفية ولا عندنا فتن ولا عندنا ولا عندنا الحمد لله في بعض الناس بتحاول تؤجج هذا زي ما عملوا في العراق بين السنة والشيعة ومش عارف ايه بقول تاني ما نكبت مجتمعاتنا الا بالسير وراء هذه الافكار الهدامة التي تقسم الناس على الوانهم او على اجناسهم او على معتقداتهم انا بقول تاني كلمة حرية المعتقد انه يبقى في صدرك ولك الحرية تعتقد فيما تعتقد لكن يا سيد اعتقد بس فكر يا اخي فكر بتأمل لكن هؤلاء المرتزقة هؤلاء اهل الشر هؤلاء الفئة الباغية الفئة الطاغية الفئة المنحرفة خوارج هذا الزمان وكل زمان بقول انهم ها يستمروا في هذا ولن يتوقفوا ابدا خلاصة القول وانا بتكلم على المستشار بوليس وبتكلم على المستشار سعيد بقول يعني خيره خلف لخيره سلف والمستشار الجليل يا رب شفي يا رب اشفد المستشار سعيد مرعي ويا رب وفق المستشار بوليس ويا رب يبعد عننا ولاد الحرام ولاد الشر